السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين على قناتنا تحية طيب الجميع. وتحية طيب الجميع متابعين عبر قراب الوطن. حالة التقس بالمغرب لاخر تحديثات نماذج التقس العالمي امطر عاصفية ورياح قوية ان شاء الله قادمة الى المغرب بحول الله ان شاء الله خلال الايام القادمة. قبل اخذيب التواصل اخواني 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 لا تنسوا وضعوا اعنا بلايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. ويتوقع في فترة المسائية من يومي غد ان شاء الله اتكو الرياح قوية جدا على ديد من المناطق سنبدأ بمناطق المعنية بالرياح ونكرم على ساكا والتريوش وفركان الناظور توريت وقرسيف وتومفيت وتطلحاج وسكور المداز الميسور وكذلك تومفيت قط السرعة الى ستين كيلومتر في الساعة. وكذلك على ايمالشيل وازيلار واتبانت وآسول وقلميمة وتنغير وكذلك ورززات ووكيمدن اوزميز امنتانوت تزنيت تليوين وكذلك ستعرف بعض المناطق كذلك خريبك وسطات وبنقرير والمناطق شيشاوة. امطار الرعدية متوقعة كذلك ان شاء الله على تلك المناطق. امطار الرعدية عاصفية ورياح قوية ان شاء الله سوف تشهدها بعديد من المناطق. باحتمال تساقطات مطرية ان شاء الله على مناطق الحسيمة وكذلك تطوان وربما كذلك اساقن وتاونة تساقطات مطرية محتملة. ان شاء الله ليوم الاثنين على تلك المناطق. ما احتمال كما قلنا اضطرابات جوية مهمة اخواني كرام ما احتمال يوم غد ارتفاع في درجة الحرارة. اما بالنسبة ليوم الثلاثة كذلك ستبقى الاجواء عموما مستقر الى قلية السحب. اما بالنسبة ليوم الاربعاء فيتوقع تكون عواصف رعدية على المرتفعات اخواني الكرام. فقد مجرد هذه بداية للامطار القادمة اخواني كرام والضطرابات الجوية الرعدية العاصفة اخواني كرام العديد من المناطق المملكة. ان شاء الله فالمناطق المعنية بدل عواصف الرعدية الابتداء من يوم الاربعاء فهي المناطق الشرقية وكذلك المناطق المرتفعات الريف على ميدلت وخنيفرا وإيفران وتبانت وأوكيمدن وبوعرفة وبوعنان وعينشير والجاج شرقية. هذه المناطق ستعرف تساقطات مطارية وعواصف الرعدية اخواني الكرام. كذلك ما احتمالا تكون رياح قوية. اخواني الكرام خصوصا يوم كذلك التلتاء او الاربعاء ستكون رياح قوية على المناطق الاقاليم جنوبي الملكة على المناطق المجاورة. رياح قد تصل سرعتها اخواني الكرام. الى ازد من ستون كلمتر في الساعة والطرابات الجوية ما زالت قادمة سنعطيكم التفاصيل والمناطق المعنية خلال التوقعات الايام المقبلة فالمرجم مشاهدة الفيديو الى النهاية لكي تعرفوا التفاصيل. يوم الخميس فما زالت التوقعات قد تعطي بعض الامطار الخفيفة على المناطق السديب النور ولاد فرج والولدية والجديدة. كذلك اليوسفية مع انقفاض ملحوظ في درجة الحرارة. خلال الفترة المسائية من المتوقع كذلك تشكل عواصف الرعدية وامطار رعدية قوية محليا على مراتق التالي على مراتق سكون مدازو اكنول وكذلك مناطق خنيف روزوت شيخ وتونفيت وازيلة والطربات جوية. ان شاء الله حاضر على مراتق الجيش شرقية لأكنول وايساقن وتوريرت. واما الواجهة المتوسطية على التطوان وسبتة ان شاء الله تساقطات مطرية. متوقع مع واصف رعدية قوية محليا. مشاهدنا كرام كما تشاهدون في هذه النشرة امطار رعدية يوم الخميس ستاوى عشرون اغوشت. اما بالنسبة الايام القادمة خصوصا يوم الجمعة. فيتوقع ان تستمر هذه الاجواء الغير مستقرة على مرتفعات الاطلس بدخول الترابات جوية وامطار رعدية قوية للعديد من المناطق المملكة كما تشاهدون اخواني كرام. ومحجملة كذلك استمرار هذه الامطار الرعدية القوية على العديد من المناطق المملكة والمناطق البعدية فهي كالتالي امطار حاضرة على ايساقن وكذلك مناطق وزان وشفشاون وكذلك للميمونة والزان قرية ابو محمد وتاونات وتالة وتازة امطار حاضرة على الساكة وكذلك مناطق تاوريت وبرسيف واجه الشرقية كذلك على عاطف ونبداس وإفران وامكناس وفاس وكذلك والماس وخريبك واضم وكذلك اخواني فرابني من لازة وتشيخ تنفيتش امبالشيش والريش وامبالشيل والراشدية ومن المتوقع استمرار هذه الاجواء الغير مستقرة على مناطق الزلال القادير بوعشيبة وكذلك مناطق او كيمدن امزميز امجانوت ايدداود وتاليوين ومناطق كذلك مرتفعة ايدداود وكذلك الشيشة واغرم وكفومسجيد وزاقورة وبرززات والمناطق المجاورة وظلال هذه المناطق تتعرف امطار رعدية قوية جدا اخواني كرام بداية من يوم الجمعة ثلاثون عوشتة اما بالنسبة كذلك لباقي المناطق الاخرى فسوف تعرف اجواء مستقرة الى قليلة السحب اخواني كرام اما بالنسبة لتوقعات يوم السبت ان شاء الله فالامطار رعدية مزارت متواصلة اخواني كرام كما تشاهدون في الفترة الصباحية سوف تشكل بعض التساقطات المطارية على مناطق اه تهلا وافران سكولم الداز وكذلك اخواني فروزو وتشيخ وتونفيت واملشيل ان شاء الله وتنغير وكذلك مناطق اه اه وكيمدن وامزبزو ايميجانوت المناطق المجاورة ستعرف امطار رعدية عاصفية احيانا خلال فترة المسائية من يوم السبت فيتوقع استمرار العواصف الرعدية على هداب الفوسفات وكذلك مرسفات الريف وعلى فاس وكذلك كيكو وخنيفرا ان شاء الله واضم وافران وزود شيخ بن ملان وخنيفرا التربات الجوية مهمة ان شاء الله سوف تشهدوا هذه المناطق بحول الله يوم كذلك السبت استمرار الامطار الرعدية على العديد من المناطق ان شاء الله في الفترة الليلية كما تشهدون فمازالت العواصف الرعدية متواصل على العديد من المناطق المملكة وعلى العرائش وكذلك في اللاميمونة وسديع للتاز الريبات سيد اسليمان مكناس وفاس والخميسات والداربيضة طقس ممتر كذلك على مناطق بسليمان والقارة وتوقعات الطقس تشير الاستمرار الاعواصف الرعدية العديدية كذلك مع خريف قوي قادم نحو المملكة كما تشاهدون اخواني الكرام على مناطق الجديدة والداربيضاء والمحمدية بالرشيد والقارة وسطاة وكذلك خنيفرا واضم وزود شيخ وخنيفرا مخريف غالبروج قلل استراغن سيد بو عشمان بن قرير مراكش اقادير بو عشيبا وكذلك مرتقة يداود وكذلك ششاوة وتافراوت وارزازات ان شاء الله ومناطق الرشيدية والريش وقلميما وكذلك ميدلت وتونفيت وتبانت وسكورة مدازة وبعرف وبونان وكذلك تهلا وإساق وتوريت ان شاء الله وجرادة سوف تعرف امطار الرعدية متواصلة ولله الحمد بالتربات الجوية هامة وكذلك على الاقليم الجنوبي للملكة على اقليم اوسرات ستعرف بعض العمطار الرعدية ان شاء الله خلال التوقعات المقبلة يوم الاحد ان شاء الله كذلك وبداية شهر اه شهر تسع فيتوقع كذلك دخول اضطرابات جوية رعدية محليا كما تشاهدون على العديد من المناطق المملكة بداية من يوم الاحد في الفترة المسائية امطار رعدية متوقعة وتساقطات مطارية قد تكون رعدية قوية محليا على مناطق ساقن شفشاون رايش للاميمونة وكذلك سيدة سيدة سليمان قررت ابو محمد وفاس مكناس كورو مداز ايفران خنيفرا وكذلك الدار بيضاء والرباد من سليمان برشيد ستات امطار حاضرة كذلك الواتزم وخريبها سيدة بنور ولاد فرج وكذلك ششاوة وقرسيف قل السرغن بن منال وكذلك مناطق الزلال وتبينت وكلم دين اوزميز امتانو ششاوة وتمفيد وكذلك مرتفعة الحوصة ساقطات مطارية محتملة على هذه المناطق اخوار الكرام مع زخات راعدية كما تشاهدون ان شاء الله كذلك اقصى الاقاليم جنوب الملكة على اقاليم اوسر ستعرف بعد التسلل بعد الامطار الطائفة قد تكون احيانا راعدية خلال يوم الاثنين يوم الاثنين كذلك من المتوقع ان تكون كذلك تساقطات مطرية متوقعة ان شاء الله مع دخول بعض المنخفضات الراعدية تساقطات مهمة على سكورو مداز وافران وخنيفرا واتباينت وكذلك مناطق ميدلز واتشيخ ومناطق ايملشيل اسول واتباينت وكذلك الظلال ايملشيل ومناطق المرتفعات الحوز وكذلك الاطلس المتوسط فاليوم التلتا فالتوقعات مزارت بعيدة المدى خصوصا توقعات لاربع ايام هذه الاخيرة التي ذكرنا لكم فقد تتغيري خبري كراملين التوقعات مزارت بعيدة المدى كذلك التربات والامطار الراعدية متواصلة على خنيفرا وميدلت وتوفيت ايملشيل الروماني تنغير وكذلك التبايت وارزازات روين